يعني انا مثلا كنت شغال في مسلسل اسمه النهاية بطولة الاستاذ يوسف شريف فالاستاذ يوسف كان كاتب تويتا كده او حاجة كده بيقول ان انا براهن على وعي المشاهد اخ بقى من اللي هم عاملين صفحات باسمي كتاب له على الثاني انه وعي ايه عم اذا كنت انا اللي شغال معاك انا مش فهم حاجة فدي بقى تضريني في شغل ان انا كده بقى ايه بعلط في المؤلف وفي المخرج وفي الابطال وفي المسلسل وفي الشركة لأ ما حصلتش مشكلة بس انا دي تعمل انا مشاكل يعني طبعا قلت اليوسف دي من صفحتي وقلت للناس ان دي من صفحتي وكنت بقى وقتها عمال اشتكي انه ازاي اخوانا اقفر الصفحات دي او اتصرف اعمل ايه عشان اقول ان انا مش انا ولما قفلت حصل نوع من التهديدات في بقى صفحة من الصفحات اللي اتقفلت بقى للمسك صفحتي اسمه عمار بقيت له بقى حاجات كده بقى بيقول له ان انا مش هسيبك وخلي بالك من نفسك بيهدده يعني كده بشكل مباشر ويقول له ايه بقى انت قطعت عيشي انت وقفتلي مصدر داخلي يعني هو كده واحد منتحل شخصية المفروض انه مزور فهو بس هو عنده جور انه بيقولك انت كده بتعطلي عيشي وبيهددك لا بيهدد اللي ماسك صفحتي بيهدد اللي ماسك الصفحة هم بقى بتوصيش الميدي يعرفوا بعض يعني وبعدين ازلنا المحتوى الذي نشرته على فيسبوك او عطلنا الوصول له ايه ده ده دي صورة من الاعلان اللي أنا كنت عامل ونزلتها على الصفحة من حملة الالكترونية ايوة فالاخ ده بقى اللي هو كان عامل صفحة واتقفلت اه بيعمل بلاغات باسم الام بي سي بيعمل بلاغات باسم ايه نحنا كمان اه باسم الام بي سي لان كل ما ننزل حاجة زي دي مثلا دي نزلت وبعدين اتشالت ايه يا فيسبوك وشلتوها ليه قالك عشان دي في حقوم قالوا لي لا احنا مش احنا اللي عاملين كده طبعا وطبعا اللي عامل كده برضو عنده تركات يعني عنده طريقة يعرف اه انا مش فاهم بقى انا معرفش حاجة خالص في السوشال ميديا قال له طب سبني الاسبوع ده عشان اقبض ان الابض بتاعي نازل الاسبوع ده اقبض كان بقى 1300 دولار يعني حوالي 20 الف جنيه مصري اه فواحد بيدخله في الشهر 20 الف جنيه ومش كل شهر نفس ده حسب الدنيا ماشي ازاي على الصفحة يعني يا خبر ابيان 1300 دولار ده مبلغ لطيف برضو اه فازعلان اقوى بقى ان الصفحة تقفلت عشان هو عمر عبدالجليل اه وقعدي يتكلم باسمي وهرتل باسمي ودخلنا الاف مشاكل في حياتي اه مثلا اه انت مثلا اخويا قريبي اه جاري اه مش عايب ايه دخلتك هتبتله مش عايب ايه ف يا عملك وحش لانه ما يرافقش هو طالب انك انك تسامحه في انه يبقى انت اه ويزعل اولا وقلت له لا انت مش انا شكرا